دلاتي مشاهدينا خلينا نروح لمجاز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يا دين شكرا لك منا التساعد صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرانيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تدريب الشباب على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وخلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة أسوان أضف مدبولي أنه استمع إلى تجارب ناجحة لشباب تمكنوا من العمل مع شركات عالمية بعد تأهيلهم وتدريبهم عمليا كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل وأهميته في أحداث عملية التنمية وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى أهمية المشروع في الربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان والربط على طريق أسوان أبو سنبل استشد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على جبلية شمال قطاع غزة وقالت مصدر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الضحايا سقطوا خلال استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في جبلية هذا وواصلت مدفعية الاحتلال قصف منطقة السكة في مخيم جبلية شمال غزة احتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو حيث يتهمونه بسوء إدارة الأمن القومي ومطالبين بإجراء انتخابات جديدة وضم الحجد عيدة آلاف وقام كثير منهم بقرع الطبول وهتفوا للتعبير عن استيائهم حول الوضع قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش إنه يجب على الجميع لأعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته مشددا على أن أي إنكار لهذا الحق غير مقبول وضف جوتاريش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أغندا أن رفض قبول حل الدولتين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة من شأنه أن يوطيل إلى أجل غير مسمى أمد صراع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين أكد وزير الخارجية الفرنسي استيفان سيجروني أن للفلسطيني الحق في السيادة وفي إنشاء دولة وقال سيجروني عبر منصة إكس إن فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصليحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة واشدد على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية أعلنت القيادة المركزي الأمريكي إصابة جندي عراقي جراء إطلاق صواريخ باليستية من قبل مسلحين في غرب العراق مستهدفين قاعدة عين الأسد الجوية وأشارت القيادة الأمريكية إلى أنه تم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي للقاعدة مؤكدة أن عمليات تقييم الأضرار جارية قال مركز الأبحاث الألماني العلم الأرض أن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب غرب البرازيل وعضف المركز في بيان أن الزلزال كان على عمق 592 كيلو مترا ختم المجزء التاسعة فاصل ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القيام'